مرحبا برج الحمل اهلا فيكم رح نسويها هالمرة حق الحياة العملية اللي تخص الأموال الوظيفة الورث وعندنا هني جانب الحياة العاطفية انت مع الشريك ايضا في نهاية القراءة رح نشوف طاقة المنفصلين داخل الشهر رح يكون في رجوع عزيزي برج الحمل انت مقبل على انفراجه في وضعك المالي وتحسن مو بس تحسن عادي هذا ما اشوفها طاقة الزيادة بذر ما انها فترة تمر فيها براحة مالية وتستمتع فيها برخاء ولكن في موانع قبل ما ننتقل الى طاقة الخماس الاول في تحديات في موانع في هذا الشهر في ظروف معينة من اشخاص معينين لان انت هنا يسألك التارو ما هي الطريق اللي رح تتبعها لما نشوف السيف الاول هنا مطلوب مننا نفكر ونعيد التفكير في الطريقة واذا طريقة رقم واحد ما نفعت ننتقل لطريقة رقم اثنين طريقة رقم اثنين ما لازم دائما يكون عندنا كذا خطة بديلة لان اللي ظاهر مني هنا اللي ظاهر من الاوراق ان انت عندك احتمال او قاعد تمشي يا برج الحمل عشان توصل لهاي الراحة المادية اللي في بالك او هاي الوظيفة او هاي الترقية هذا الورث اوكي عشان توصل لها انت حاط في بالك سيناريو واحد لازم تكون طريقتك متعددة الاحتمالات اذا هاي الطريقة ما نفعت رح انتقل لطريقة رقم اثنين وتكون فيها اولوية لان اللي قاعدة اشوفه ان وضعك وضعك حاليا مستقر ما في احد يقدر ياخذ منك حقك وايضا ما في احد يقدر يصرفك اذا عندك مخاوفة تخص مستقبلك الوظيفة فهذا الكرت يقول لك ان وضعك رح يكون مستقر ولكن الاستقرار مو كفاية بالنسبالك انت هنا تسعى لتحقيق راحة اكثر نجاح اكثر امال اكثر من هنا التحدي او شنال بتكون طاقة التحدي عندك خلالك ان اسلوبك اسلوبك محتاج بسرعة غيره لان عندك هني شخص عندك هني اشخاص ما يرغبون بالتعاون معاك يبوني اخرون عليك الموضوع نوعا ما كسالة تتعاملون في الوضع العملي مع اشخاص نوعا ما كسالة ويمثلون بالنسبالكم تحدي الاسلوب هذين الاشخاص التفاهم معاهم ما راح ينفع المناقشات معاهم المساومة معاهم ما راح تنفع انه هني خلال هذا الشهر محتاج تتجاه بالخفاء لانه طلع عندنا كرت سبعة السيوف وهذا كرت الخفاء محتاج خلال هذا الشهر ان تنتقل تنقل طلبك تنقل مناقشاتك مساوماتك حتى الاشخاص اللي تتوجه لهم محتاج تغيرهم الاشخاص اللي انت بعد تناقشهم في هاي الموضوع ما بتحصل منهم نتيجة اوكي لانه هم عندهم نوع من الكسل عندهم ايضا نوع من ما يريدون انه يتعبون انفسهم يتعاونون معك لانه يحسون انه ما راح يخسرون شيء الخسارة راح تكون او التأخير راح يصير عليك انت الخسارة من جيبك انت فمحتاج تاخذ هذا السيف تتجه الى اشخاص ثاني لما يكون عندك سيف معناته عندك ادى عندك طريق ثاني ولكن مو مع هذلين الاشخاص مثلا نفرض حين ان ينترجم الطاقة نفرض ان انت سعى للحصول على ترقية او وظيفة في مكان معين كد دائما تتردد على ابواب مدير معين او مسؤول معين محتاج تغير الشخص محتاج تغير الاشخاص اللي تطلب منهم هاي المساعدة او الاشخاص اللي قاعدة هني تحاول ان يساعدونك عشان تحقق هذا التوازن المالي لما نشوف الخماس الاول معناته راحة راحة وهني خلال هالشهر انت قاعد تحاول تسعى الطاقة شجعك ان تحاول تسعى تتخلص من القيود سبعات السيوف لما يطلع عليك في الجانب العملي اقول لك شوف اه في شي اسمه نفاق وفي شي اسمه دبلوماسية لطالما انت تبعت اسلوب الوضوح برج الحمل برج واضح الابراج النارية كلها واضحة ما عندها نفاق ما عندها واحد اثنين ما ترونه وما تحصلون عليه ولكن وضوحك مع هذلين الاشخاص ما عاد يأتي بنتيجة شون محتاجين نسوي خلال هالشهر اول شي تاخد سيفك اطرق باب شخص ثاني اوكي زباين غير مسؤولين غير اذا كنت مثلا تتناقش مع اخك الاكبر او اختك الكبرى من اجل الورث حاول ان تصل الى اتفاق مع الاخوان المثلا اللي غير محتاج ان نتغير والخطوة الثانية ان تكون خفي نوعا ما عشان تصل الى هاي الخماسية الاول ان يكون عندك مو بس استقرار تحافظ على انت هنا مرور عندك تحقق شيئين اول شي تحافظ على الشي المستوى اللي وصلت له تحافظ علينا ان في اشخاص هنا كأنه ما يبون يخلونك ما عندهم مشكلة ان انت تخسر الاستقرار اللي انت وصلت له ما عندهم مشكلة ما راح يخسرون شيء والخطوة الثانية الموضوع الثاني الهدف الثاني ان انت تصل الى مستوى اعلى اوكي ما ينفع ان انت فقط تضل على موضوع احافظ على وضع الحالي فهنا هذكر تقولك محتاج تستعمل اسلوب عدم الوضوح او الخفاء هنا دائما نقول استعينوا على امركم بالكتمان نعم مناقشاتك اوكي قعد تساوم قعد تتفق مع شخص غير عن اخوك الاكبر غير عن مديرك في العمل غير عن الاشخاص الهنين القديمين اللي عندك خل مناقشاتك خل مفاوضاتك تحت الطاولة ما حد يدر عنها لحد ما تمسك هذا الخماسي في يدك تتاكد منه انه خلاص الموضوع تم انه خلاص المحكمة راح توافق انه خلاص الاموار راح تعطى لي الترقية راح تعطى لي الوظيفة راح تعطى لي لحد ما يتحقق الشيء 100% لانه فوق الخماسي السيف الاول 100% بعدين تخرج الشيء الى العلن هذا من الناحية العملية من الناحية العاطفية برج الحمل خلا شوي يقرب لكم عشان تشوفون معا برج الحمل بالناحية العاطفية شريكك احس بك انيب الضمير احس انه هو قاعد يحملك فوق طاقتك ولكن في نفس الوقت اهني عندنا كارت الساحر كارت الساحر يقول لك انا شريكك في هاي الفترة تعرف اللي وقع في المصيدة او وقع في المشكلة او دخل في التزامات دخل في التزامات ووقع تشيكات ووقع عقود لدرجة انه ما يقدر يتخلص منها جدا صعب هذا الكارت يقول لك تعرف شلون الفراشة تذهب مسرعة الى الشعلة الى النار الماث الماث دائما تركض الى النار مع ان النار تقتلها ولكن الفراشة ما عندها علم ما عندها معرفة فعندك شخص احتمال كان جاهل في السابق او كان ما يسمع كلامك خلال هذا الشهر ابتدى يصل الى حقيقة الوضع انه هو فعلا كان المفروض انه يأخذ بنصيحتك ولكن لما اشوف كارتي هنا لانه كان فيه اغراءات لما اشوف الساحر كان فيه اغراءات وفي هذا الكارت يقول لك عشرة الاخصان انه شريكك في هاي الفترة واقع في المصيدة واقع في المشكلة لدرجة انه ما يقدر لوحده وركز على نقطة لوحده ما يقدر لوحده انه يخرج من المشكلة اللي واقع فيها زين يشعر بالندم تجاهك يشعر انه يجب عليه ان يعوضك يتمنى عنده امنية انه يريد ان يعوضك انه عارف الغلطة اللي سواها هني الموضوع او في الفترة القادمة هذا كارتك انت كارت الامبراطور يا برج الحمل انت فقط اللي قادر ان تغير وجه الموضوع ان تغير وجه العملة في الفترة القادمة ان تقلب صفحة الكتاب عندك شخص ايضا تشوفه هني يريد ان يفتح معاك صفحة جديدة يمكن هو اعتدر اكثر من مرة ولكن شوف خلنا نتكلم بصراحة خمسة مع عشرة مع ساحر يقول لك ليش انا قلت لكم مثال الفراشة الفراشة مهما تعرف حتى لو عرفت ان هذا الشعلة تقتلها راح الظل تذهب اليها ما عنده قدرة على مقاومة انه يقول كلمة لا مثلا لما يطرق احد باب حياته حتى لو كان مرتبط فيك ما يستطيع ان يقاوم ويقول لا او يقول ترى انا مرتبط ما يستطيع ان يرفض طلبات الاخرين فيدخل هنا في التزامات مالية احتمال ايضا برج الحمل شريكك معرف او عندكم ايضا الشريك اصلا قاعدة هنا في السجن شريك محبوس قاعدة اشوف هنا شريك محبوس او على وشك ان ينسجن فيها قصة سجن هنا فما في احد يستطيع ان يخرج يفتي له عشان يطلع في الفترة القادمة سواء انتم محتاج لمساعدتكم في الفترة القادمة يا برج الحمل نزيل حتى هنا في الحياة العملية ترى احس ان الوضع ما رح يأثر عليك فقط بروحك وضعك مع شريك وضعك مع شريك انت اللي لكن في الفترة القادمة لك اليد العليا لانه هنا نتكلم عن كرت الفول هو كرت الحرية احتمال كبير لان هذا كرتك وهو الامبراطور ان انت اللي رح تستطيع ان تشهد مع شريكك عشان تخرجه من السجن او عشان على الاقل تجنب السجن تجنب المشكلة اللي رح يقع فيها محتاج انك تكفلة حتى شوف ايضا طاقة الكفالة تكفلة تشهد له اوكي تخرجه من السجن بما انه طلع لك كرتك هذا معناته انت اللي رح تكون في موطن القوة في الفترة القادمة في العلاقة انت اللي تقدر ترسمها في الفترة القادمة رح يكون نوعا ما قابل للتطويع قابل لترويض شريكك في الفترة القادمة ولكن هذا يأتي بثمن الثمن ان عندكم شخص يتصرف نوعا ما طاقة الفول طاقة الفول هي طاقة مراهق طاقة اللي دعني اقع في المشكلة بعدين انقذني واحنين خلا نشوف طاقة المنفصلين هل رح يكون في رجوع خلال شهر فبراير وراح اذكر لكم بالضطط ما هي الابراج اللي احتمال اكثر ان يصير بينها رجوع الابراج المائية هذا ايضا كرت برج العقرب فعندنا هنا في الابراج المائية كرت برج العقرب السرطان الحود وهذا مرة ثانية ايضا كرت برج العقرب وهذا كرت الرجوع الشمس كل الكرتات جدا ايجابية يا عزائي منفصلين حق الرجوع لكن هذا كرت برج الاسد ففي ابراج معينة اوكي اهي لها اكثر احتمالية ان يصير فيها الرجوع اشوف خلال هاي الشهر مو بس رجوع يبتدي الحديث عن الخصوصة للمطلقين اعزائي لان لما اشوف الكوب الاول ونشوف منفصلين معناته مو بس علاقة اهني في شخص طلق شريكة او شريك من زين من برج الحمل ويرغبون في الرجوع في حديث حديث قاعد يرجع مرة ثانية ان هل راح تقبل فيني هل راح تقبل فيني هل راح تقبل فيني ارغب بالرجوع ارغب ان نرجع الى الزواج قاعد اشوف هنا مو رجوع فقط الى علاقة رغبة قوية للرجوع الى زواج خصوصا اذا كان شريككم اسد مزين عقرب سرطان وحود ايضا قاعد هنا احس بطاقة العذراء مزين خلنا نشوف النصيحة لك برج الحمل خلال هاي الشهر احس ان شهر فبراير راح تكون انت يا برج الحمل في ماطن قوتك وتستطيع مو فقط هنا ان تخرج نفسك من ضائقة او من مشكلة حتى شريكك حتى الشخص اللي تتمنى انك ترتبط به برج الميزان وايضا نصيحة لك هنا شيء تخص النظام القانوني نعم في شخص اخطأ بحقك في شيء تشوف برج الحمل في شيء قانونيا خلال هاي الشهر انت استطيع ان تحكم فيه او تغير المعادلة عندكم شخص احتمال انه راح ينسجن احتمال انه راح ينحبس وانتو بتحركاتكم تستطيعون ان تجنبونا السجن او اذا رغبتو نهاي القرار راجع لكم تستطيعون ان ما نتساعدونا وتخلونا يذهب الى النظام القانوني النظام القضائي السجن المحكمة اوكي اليد العليا لكم يا برج الحمل خلال هذا الشهر الكرت الثاني بيس نو بليس لاك هوم هذكرت الرجوع برج الحمل شخص قديم مألوف لديكم احتمال هذا اشوفه للمنفصلين يمكن مو الشريك اللي انتو تنتظرون وتفكرون فيه اللي قبله نو بليس لاك هوم شخص اقدم من الشخص الحالي اللي في بالكم ممكن اذا انتم متزوجين الزوج اللي قبله الزوج اللي قبله قاعد يفكر فيكم الزوج الاول نزيل لانا اشوفك انا ما انتو حاطين في بالكم شخص ولكن فيه شخص هني قديم يسبقه انتو اصلا ما قاعدين تفكرون فيه خلال هاي الشهر اوهو اللي يسعى انه يتواصل معاكم اوهو اللي عنده رغبة هني لا تنسوكوا بالاول يرغب يتكلم معاكم ويفتح الموضوع من جديد موضوع الارتباط اشوف ان هذا الشخص نضج اكثر بكثير من الفترة لما كنتو مع بعض وحتى حقق نعم الاستقرار المادي افضل من السابق اشتركوا في القناة